ثم كما قرأنا من آية 13 لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا فالتجارب شئتان أحبائي تأتينا من شهواتنا الذاتي الداخلي كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته فالتجربة تنشأ من ذواتنا الأنانية من لذاتنا الحروب اللي بيتكلم عنها يعقوب في الإصحاح الرابع أول ثلاث آيات فالتجربة هي الإغراء والإغواء على الخطيئة أن الإنسان يسقط في الخطيئة حذر الحكيم في أمثال سبعة قال خذ أو اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي يعني بكلمات أخرى خذ كلماتي في غاية الجدية في مأخذ الجد أي لا تتجاهل ولا تتحمق ليه يقول الكتاب في أمثال سبعة لا يمل قلبك إلى طرقها ليه لأنها طرحت كثيرين جرحة وكل قتلها أقوية أمثال إصحاح سبعة آية خمسة وعشرين وآية ستة وعشرين فإذن أحبائي لا يقول إن واحد إنه كبير أو صغير على التجربة فرجال الله في القديم جربوا والبعض منهم سقطوا في الخطيئة لأن الخطيئة لعليها لا كبير ولا صغير لأن الكتاب يتكلم بكل وضوح طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوية فإذن كتير مرات بتيجي التجربة من خلال الوحدة من خلال خيبة الأمل أو الفراغ أو الاكتئاب وبالذات خطايا الشهوات الجنسية دائما تأتي بسبب الفراغ أو بسبب يعني خيبة أمل أو عنده اكتباء فما عنده شيء تاني يعملوا فأول ما بتكون في حالة الإحباط والفشل يأتي العدو لكي يستغل ضعفك ويغويك ويسقطك في الخطيئة ثم يشتكي عليك واحدة من الأقوال الشهيرة المعروفة كما قال أحدهم لا أستطيع أن أمنع العصافير من أن تحلق فوق رأسي ولكني أستطيع أن أمنعها أن تبني عشا على رأسي مفاد أحبائي أن التجربة ليست خطية ولكن الاستسلام استسلام الإرادة لها هي الخطية إذن أحبائي كل واحد يجرب إذا انجذبه في شيء لفت الانتباه يعني بكلمات أخرى إذا غذينا الشهوة غذينا الطبيعة القديمة فينا فتحبل وتلد خطية فالأنا جوه في داخلي وانتبه يعني هاي الطريقة اللي بيعمل فيها الشيطان كل واحد يجرب إذا انجذبه وانخدعه من شهوته يعني في شيء لفت انتباهك في طعم وبخب الطعم في الكلابة انت مش شايف الكلابة يعني الشيء الحاد اللي بيمسك فأنت شايف الطعم بجمل بهذب بزين الطعم كأنه جميل فالأنا في داخلنا لاحظ الكلام تلقح الشهوة وعندما تتلقح الشهوة زي يعني كيف واحد بيخلف ولد فالشهوة تحبل وعندما تحبل الشهوة شو الطبيعة وشو النتيجة الطبيعية تلد خطية ولكن إذا استمرنا في هذه الخطية مكتوب لابد انه نتيجتها تكون موت تنتج موتا فإذا نلاحظ الشهوة الخطيئة الموت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة